وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَلَقَدْ عُصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ طَبْرِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَلِبْتَقُوا اللَّهِ وَإِنْ تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ رَنِيًّا حَمِيدًا وَإِنَّ لَهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا إِنْ يَشَاء يُذْهِبْكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ مَيَأْتِ بِأَا خَدِينَ وَكَانَ اللَّهُ عَنَا ذِكَ قَدِيرًا من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة وكان الله سميعا بصيرا لله ما في السماوات والأرض إن الله هو الضني الحميد ولو أننا في الأرض من شجرة الأطلاق والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم ما ظرفكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة إن الله سميع بصير ضع جزءًا وإن الله من يا قنانول